الحلقة هي حوار مش محاكمة لريهام سعيد بعرف ريهام شخصية زميلة ومزيعة وصديقة بس أنا النهاردة حواجهها بانطباعات وانتقادات الناس لها ما بحركش أنا ما بكسيفش بزباز علي انتروفيوهي مع سمر في سمر والرجال كان من أحسن انتروفيوهات اللي عملتها في حياتي لأن هي من نوع اللي بتسمع جدا ريهام مؤخراً وقعت في مطبات كتير جزء من المطبات دي إنها دايماً بتدور على موضوعات شائكة موضوعات جدلية الواحد ليه واجهين أو فعلاً فيه أنا و أنا يهام موزيعة شاطرة جداً وعندها قدرة على صنع الخبر لكن غلطة الشاطر بقال لما تبقى عايز تقضي على موزيعة ما ينفعش تخليها تطلع ترد أتوقع إن بعض المناطق حتصير أعصابها ومستني ردود هجومين أنا ما عنديش حاجة خبّيها أتمنى إن الحوار يعدي بسلامة مساء الخير مساء الخير يا ريهام مساء النور وحش سينا والله لقالك كثير ما طلعتيش ببرامج تلفزيونية أه ليه؟ لا ما حدش طلب يستضفني من الناس اللي ممكن أطلع معاهم طب ليه قررتي النهاردة أن أنت تطلعي؟ لا أنا عملت معاكي برنامج قبل كده وكنت مبسوطة قوي وفطفط جامد قوي وعارفة أن أنت من الناس اللي هي بتبقى عايزة تطلع فعلا الحقيقة بغض النظر عن أنك تهاجمي وخلاص ففرصة كويسة أن حتى أنا اللي أبقى عايزة تكلم أنا بشكرك أنت النهاردة جاهزة أن أنت تتكلمي بس أنا ببوصل مش مصدقة المقالات دي كنت كنت جاهزة أكيد بحكم شغلك بالتبعي في كل حاجة بتحصل سواء برّ مصر أو جو مصر هل بتتأثري باللي بيحصر؟ مش قوي من كتر ما بقيت أسمع أحداث خلاص يعني عارفة متحس يقولك تعملك طف سكن يعني بقى عندك جلد كده ناشف تخين وناشف تخين آم لا أنا بقى باصحة الصبح مش عايزة بس أشوف خبر يخصيني يعني جوه مصر برّة مش مش كده ربنا هيسطر بس مش عايزة ألمح اسم ريام سعيد في أي منشات ولا بوحش ولا بحال بيعمل فيك إيه؟ لا خلاص بقى حتى لما حد بيبعت لي لينك مثلا على الواتساب يقولي بصي مكتوب عنك ايه أو بصي فلان دلوقتي بيتكلم عنك في التليفزيون فجأة لقى إرادة كده حالة نفسية روح مسحة الواتساب ليه؟ مش عايزة خلاص يعني ما عنديش أي استعداد إني أسمع أي حاجة عني خالص حتى لو حلوة؟ ما يعني ما فيش حلو يعني وأكون جيت الحياة دي ما عمدش أي حاجة كويسة فهمها؟ خلاص ولا عايزة حلو ولا عايزة وحش مش عايزة شوف اسمي على حياتك خالص قبل ما أقولك الحاجات اللي تخصك حنتفرج على تقرير بس في العالم نشوفه؟ يالا تحت الأرض صفحة ظهرت فجأة على فيسبوك بوستات الصفحة مليانة طلاصم وألفاظ غريبة جداً غير الفيديوهات المخيفة اللي بيحطوها المسؤولين عن الصفحة الصفحة نقلت العالم الصفلي والجن والعفاريت من تحت الأرض الفقها من الخفاء للعالم ممكن جداً إن هذه الأشياء تبقى كذب وممكن تبقى صدب أعمل إنها نقفل البوابة دية ولا أستدرج فيها هل دي صفحة متفابريكة عشان تلهي الناس ولا بتحطنا قدام نفسنا في المراية إننا مجتمع عبارة عن بيئة خصبة للخرافات المنافية للعقل والمنطق صفحة على السوشيال ميديا أندر جراوند اسمها كده أنا بباعت بالله هيحصل قابليها بس إحنا لسه وصل لله النهاردة وتم القبض على الأجمن بتاعها إيه رأيك في التقرير ده لا بس هي الصفحة بتتكلمش عن الجن والعفريت بتتكلم عن إيه الصفحة كانت أمنياً الناس مستغربينها قوي لأنها تنبأت بحوادث الكنائس قبليها بالساعة بالمكان بكده فهي يعني مفروض يعني أنا كنت على دراية بالصفحة دي بقليش شوية بس هم قالوا أن هم تنبأوا علشان علاقتهم بالعفريت والعالم الصفري ده لما تمسكوا بقى لكن طبعاً هي كتبان إن هم بيحشدوا ناس ونهم بيقولوا مش عارف الساعة كذا في البحر المتوسط إيه إيه أستكاهنات دي بقى أكتبيها من غير تلاصم يعني يقولي أنا بتنبأ إن هيحصل كرسى في الحتة الفلانية يعني أنت رأيك مين وراء الصفحة دي لا وراء الصفحة دي ناس طبعاً كانت أكيد لي علاقوا بتخريف البلد أكيد يعني يعني باللي هم كانوا كاتبين يعني من الحاجات لأنا كتبتها كنت حسن لا مش معقول يعني مش معقول يكونوا عارفين إيه لها يحصل زينة بسالم نائبة في مجلس النواب بتطالب بسن قانون تكون عقوبة المتحرش في الإخصاء رأيك يا الموضوع لا أكيد لا طب إيه العقوبة المناسبة للمتحرش من وجهة نظري هم سعي بوسي من وجهة نظري يعني 99% من متحرشين في مصر هم مدمنين مخدرات فبدل ما أننا أعمل لهم عمليات إخصاء لأنا أدخلهم مصحات عالجهم من الإدمان وبعدين أحسبهم طب بعد ما نعالجون عقبه بإيه أكيد لازم يبقى فيها أكيد حكم راضع أكيد لازم يتسجن يعني لازم يكون فيها عقوبة وبعدين أتحرش تحرش مثلا بالقول ولا باللمس ولا بالأصفيحة دلت تحصل ما 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 تصدقيهش يعني زي بتاعة الشرقية اللي قريب دي لما الناس كلها تجمعوا على بنت واحدة تأزيدي اه طبع طبع اه دي حاجة مثلا لا لازم يبقى فيها مؤبد مثلا نشوف الفيديو التاني يعني اخوك يعني مش اخوك ارتكب جريمة ارهابية مش عايز يتكلم ومش قادر يتكلم والصدمة طب ما انتوا عارفين انه هو منتمي لهذه العصابة الارهابية ما تنقذوا البشرية ما تقولوا انه عندنا ارهابيين ما تبلغوا عن الارهابيين بتاعك وولادك وقريبك وأهليكو ايه المصائب اللي احنا فيها وما فيش قانون يحاكم الناس زيت بحبواوي وستاذ احمد موسى بيطالب بسن قانون يسمح بمحاكمة ومعاقبة قسرة كل منفذي لعمليات الارهابية رأيك ايه في الكلام لا طبع يعني اصلي بصي انا هبقى وقعية يعني لقدر الله ابني او بنتك لو عملوا كده اكيد هتتمنلهم الهداية اكيد هتبئيز علانة منهم ممكن تقطعهم لكن انا تروا يتبلغي عنهم هتبلغي عن ضناك يعني اكيد لا انا انت عايزيني اقولك انشا ولا عايزيني اقولك الحقيقة لا قولي الحقيقة طبعا مفيش اسرة هتبلغ عن حد من دمها ابدا شي احسن شكرا لما انطق الحقيقة نطلع لفاصل رجعنا تاني بعد الفاصل انا وانا ده اسم البرنامج واسم الفقرة دي المقصود منها ان احنا نقرب منك وندخل كده نتكلم على دايرتك الصغيرة مالش انتي شو 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 بعض عشر سنين بعدين انا دمينا اتفضل ريهام سعيد اوصفي لي نفسك انتي مين مجنونة رسمي نظمي بفهن مجنونة بجد مجنونة ازاي عندي شخصيات كتير قوي 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 وعندي حاجات عكس بعض يعني في ناس بسيقول لك ايه طيب قوي حاد قوي هادئ قوي عصبي قوي لا انا عندي كل حاجة قولي هومي لا ايه عصبية جدا 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 وهادية جدا 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 مجنونة جدا وصعبة بقى عقلة جدا قراراتي مندفعة وسريعة جدا 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 وفي نفس الوقت في حاجات بتمهل فيها جدا لما كون باخد قرار غيري او لولادي او لكده ظلمة او مظلومة بصي تلات تربع الوقت اكيد بحسني مظلومة بس اكيد اكيد في وقت ببقى ظلمة بس مش قصدى بقى ظلمة يعني فهمه قصدي يعني يعني اكيد بغلط اكيد وممكن يبقى ليها موقف ظلمت فيها بس اللي بيريحني ضميريا اني عمري في حياتي مقصد تظلم يعني قلت مثلا انا هطلعين داول هنتئم من داول عمري عمري ما كان عندي نية ان انا ازي حاجة تلات صفات بتكرهيهم في شخصيتك بس بجد اللي اندفاع في القرارات واحد حاجة مؤديني في ستين دا بس تقلب نفسي قدام نفسي عمبي مدت حجمي لنفسي بس متواضع او ريان لا والله لما بتعامل مع الناس او في حتة او كده ما بقاش على فكرة مش بكلمك على اني مزيع ومشهورة او كده لا بكلمك على ان انا ريان عندي عزة نفسها بقى عارفة ان انا انسانة كويس لا باتعامل دايمان باقال الصفة التالتة الصفة التالتة اه عطفية جدا 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 فبابوز الدنيا خالص بتكره ان انت عطفية؟ جدا جدا ودلوقتي بشتغل عليها جامد قوي ان انا بس كول ما انت قلتي حاجات اللي هو ما تزعلش يعني عطفية مدفعت زي ديعت حياتي كلها مدفعت في ايه في حياتك مدفعت في ايه في حياتك مدفعت في قرارات جوازاتي مابولك بلاش انت مدفعت في قرارات جوازاتي اكيد في ان انت خدتي قرار انت تتجاوزيهم ولا ولا قرار الانفصال كان الاسرعي فكرة اصلا ان انت حط في دماغك فكرة انك لازم تبقى متجاوزة عشان ما حدش يجي جامك فكرة الخوف يعني الخوف هو اللي كان بيحركك تول الوقت يعني بدلت فترة طويلة ايه في حياتي باخد قراراتي معتمدة على اني خايفة عشان كده تجاوزت 19 سنة جاوزت 19 سنة دي زي ايه حد عايزة لبس فشتان فرح وعايزة اخرج وعايزة اعمل عشان كده خدتي قرار الجاوز دي كانت زي ايه واحد تتجاوز ده كان بناء على ايه يعني انتي ليه قرارتي ان انتي تسيبي بيت اهلك انتي قلتي قبل كده ان انتي كنت متضايقة بيت اهلك ما كنتيش مرتاح مكنش متضايقة كنت دخلت جامعة امريكية وانتي عارفة الجامعة بيبقى الناس تخرج وتروح وتيجي وانا مومتي كانت مسك علينا قوياش احنا بنتين لوحدينة خايف عليكم خايف علينا زي ما اريد عمل مع بنتي اكيد لا بس انا بنتي بيخرجها كتير وصفرها كتير يعني عشان مش عادي احساري بتعواطي انتي كان معمول معك مش عايز تعملي مع بنتك اه خانص يعني دلوقتي بنتي عنده 16 سنة وتقولي راح انسوخنا قولها روحي مسافرة شارم الشيخ مع المدرسة روحي يعني انتي تقصدي ما كانش عندك حرية فانتي الحرية لما كانتش عندك تدتيها البنت المنبه تضيع علي الاوتوبيس يجي اخدني عشان مروحش رحلة مع المدرسة يعني لغاية دلوقتي متعقدة فاكرة اني لبست وانزلت استنيت الاوتوبيس على ان الساعة سبعة الصبح وهي التسعة مش سبعة وتلعت منهارة ملعيات ان الاوتوبيس ما جايش فانت ما كانت تسعة كان ممكن تلحقي انا عرفية اذكر وخلاص بقولك المدادة مؤثر فيها جدا طب انتي تحب ان بنتك امينة تيجي تقولك مامي انا عايزة تجوز وهي في نفس السن؟ نعم خلاص انا من رابع المستحيلات ليه؟ لا لما توقف لان انا اللي حصلي بعد سبعة سنين اني بس اكتشفت ان انا شخصية تانية يعني اكتشفت ان اختياري مش هيبقى هو هو في السن يعني انتي عندك تسعة عشر عندك متطلبات وانتي عندك ستة وعشرين عندك متطلبات تانية تعدد اذيجات بيعكس شخصية غير مستقرة؟ لا بيعكس شخصية محترمة ان انا ما صحبتش يعني الستاتة اللي بتتطلق كلها عادي ممكن تعمل علاقات يعني انتي تقصدي اللي بيسحبوا مش محترمين؟ اللي بيسحبوا في سننا دا وعندهم مولادة مش محترمين؟ اه طبعا لان هما مش هيتجوزوا يلعبوا يعني مش هيتصحبوا يلعبوا كتشين ولو سنة اصغر شوية؟ لا ما انا بقولك السن اللي هو انتي خلاص اتجوزتي واتطلقتي وبتاع الراجل اللي هيرتابط بيكي مش هيبقى عايز يحب في التليفون يعني كان عندك كم سنة؟ امتا؟ لما اطلقتي؟ ستة عشرين ستة عشرين او فيه ناس كتير عايب تتجوز عرفي؟ من غير محد يعرف تقولك عشان ولاد ما يتخدوش مني عشان مش عارفة ايه فانا وراء اتجوز عرفي ولا صحبت وتلعن في المجتمع ان الجواز اللي على سنة اللي هو رسوله كذا مرة داعيب لازم الواحد يضرب ورقة ويقعد في السر ويصاحب له اثنين ثلاثة ويبقى ضحى عشان عياله وما تجوزش طول عمره فيلم عربي ما بيدخلش علي خمسة ساغعة تعالين شوف التقرير كانت تقلتنا إلى حد ما بنقر في بعض شوية بس كان لنا الفان تايم مع بعض اللي هي من وهي صغيرة جدا 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 كان بديب الجورنان وتقرأ لنا الأخبار وحتى مامي كانت تهضر وتقول قفلوا التلفزيون قفلوا التلفزيون خلاص مش عايزين نسمع الأخبار اي دون تينك ان مامتي كانت يعني حابة قوي ان اختي تخش المجال ده كان بالنسبة لها الموضوع شوية غريب ولأ بلاش الوسط ومش الوسط بس يعني باي تايم لما ماما شافت ريهام ازاي نكحت متهيألي بدأت تفرح بيها بالتدريج كانت مامتي بتخاف علينا جدا فهي كانت متخيلة ان الجواز ده بقى هتخرج وهتنبسط وهتشوف الحياة وهتشوف الدنيا فممكن تكون كانت شوية يعني نفسها تبدأ تتستارت اوفر انها تستارت في عاملي وانها تتجوز بدري وكتشايف الهابينس في ده ساعتها اكتر صفة ايجابية في ريهام جدعنتها بصراحة يعني جدعنتها وانها تيجي على نفسها علشان الناس ممكن تكون بتاخد قرارات كتير في حياتها وبتبقى تسرعت فيها بتآمن للناس بسرعة جدا وعلى طول مفترضة يعني حسن النية عند الناس ان الناس مش مضرة وكلها كويسة وكلها بتحبيني وبعين بيتيجي بعد كده بقى بيجي لها الصدمة دي رانيا أختك الاصغر ولا الاكبر الاصغر بست سنين الاصغر بست سنين رانيا بتقول ان انتي في الوقت ده كنت شايفة السعادة في الجواز دلوقتي بعد العمر ده شايفة السعادة في ايه؟ في الجواز انتي دلوقتي متزوجة اه صح؟ بقى لك قد ايه مستقرة في الجواز ده بقى ايه سنة ونص ما شاء الله مفهوم الصداقة عند ريهام سعيد ايه؟ مفهوم الصداقة ان انا مفروض ابقى جنبك في كل حاجة وابقى مصاحبك عشان مش عايزة مصلحة منك يعني وما بغيرش منك وبحب لك الخير زي ما بحبه لنفسي وبحب بقى معيك وبقولك كل حاجة هذه مش موجودة خالص انا بقوله ده مش موجودين في حيات ريهام خزلوك كتير في حياتك؟ كتير قوي 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 ويمكن شهرتي هي القادة على ده برض ان كانت تلت اربع الناس اللي بتعرفني او تصحبني بتعرف ريهام سعيد المزيعة مش ريهام سعيد صاحبتهم وغيره وغيره عندما ندخل مكان مثلا بناسطرح حبية وهم ملأة كلهم عايزين بقوا مزيعات وكلهم عايزين بقوا ممثلات كلهم عايزين يظهروا على الشاشة لكن لكن طلعت باثنين كتير اثنين بس يعني اوه تقدري تقوي اثنين طبعا عندي صحابي بتوى المدرسة لما بنساهمش ابدا بس كل واحد روح حيت يعني اللي سفر دبي تشتغل اللي سفر امريكا كتا طيب تعالي نشوف فيديو يلا لما بتبقى معينا مع صحابها بتنسى خالص انها هي انسانة مشهورة او اعلامية او ممثلة او ملفتة يعني بتبقى على طبيعتها تماما وهي ما بتحبش تباين تباين مشاعرها انها أو تباين انها ضعيفة قدام الناس بس هي من جواها انسانة حساسة جدا عشان احنا بنخاف عليها قوي ممكن ساعات بنقل لها وانتي مالك بدوشة الدماغ دي وتدخلي في جدل ليه والناس بتهجمك ليه وهي ناس بتفهمك غلط يعني ما تريحي دماغك فيه كتير قوي اعلاميين وفيه وموثلين ومحدش بيذكرهم لا بحل ولا بوحش فده بيبقوا يعني على الهامش فهي من وجهة نظرها ان لما حد لما الناس بيتمتقدها ان ده نجاح هي فيها صفات كتير قوي هي حلوة يعني جدعة وزي ما بيقولوا وبنت اصول وتفهم في الواجب ولو احتجتها في اي وقت هتلاقيها جانبك ولادها وبيتها في المقام الاول يعني دولا نمبر وان في حياتها دي صاح بيتك اللي صامدة معاكي من الاتنين اللي على الحلوة والنبي اه اعرفها بقيدي حوالي عشرين سنة او اكتر طيب مين قال ان دايما اثارة الدوش والانتقاد مرتبط بالنجاح انا اكتر واحدة بالورق والقلم ببقى نمبر وان يوتيوب سنين اسمي اكيد مش انا اكتر واحدة بغلط في مصر يعني بس ده دليل نجاح يا ريهام ولا اثارة من الحاجات اللي انتي بتقدميها اثارة ايه وانا بقدم افلام اباحية لا اثارة مشاعر الناس مش اثارة حاجة لقدر الله حاجة وحشة ان انتي بتقدمي حاجات مختلفة حاجات جدلية حاجات بتخلي الناس دايما عايزة تشوف فيه ايه اه لا مو ده نجاح بقدم حاجات مش موجودة كفاية ان انا خلقت خط الناس مشوا عليه ورايا بعد كثه يعني البرامج متفرج عليها دلوقتي كلها ريام سعي يعني انا من غير حلقات يعني انا قعدت سنة في البيت كنت برضو تراند يوتيوب وانا بقدمش حاجة طيب انا عايزة اخد بقى رائيك في كذا قضية موافقة ولا لا اقرار قانون بمنع تعدد الزوجات عايزة اكي تقوليلي موافقة ولا مش موافقة لا بش موافقة اقرار قانون يساوي بين الراجل وبين الست في الميراث نعم دشارة ربنا ونقدرشة غياره يعني تولي امرأة منصب رئيس الجمهورية صعبة او يدي لا ما ينفعش تخلي رئيس الجمهورية سبت تبقى بتحكم اكسب لا ما ينفعش ما ينفعش اقرار قانون بفرض ارتداء الحجاب اوه دي ممكن انبسط بيها طبعا ليه عشان نفسي اتحجب عايز اتحجب اوه يعني لو كنت اتولادت في السعودية مثلا كنا بنلبس زي بعض اكيدي كان هيبقى اسهل كتير ما نبستيش الحجاب ليه صعب ليه صعب صعب ما عنديش حد حتى محجب في العيلة مثلا يعني ما عنديش حد زيري ما عنديش صحبة اه طبعا الصحبة طب انتي على طول انتي بتعملي كل حاجة اول واحدة والناس بتمشي وراكي تمام اتحجب بس انا ما حبش القرار ده بالذات ما حبش اخده وتراجع فيه قبل يعني كل يوم بيوردني وليه تتراجع يما انتي تتحجب يا تتراجعيش بما انك نفسك تتحجب نفسي جدا بس صعب نفسي ارضي ربنا عدم ضرورة موافقة الولي اللي هو الزوج او الاب او الاخ لسفر المرأة تسافر يعني من جرم تقول اه يعني لازم ياخدوا رأي ابوك او اخوك ده لو انت قاصر حتى لو مش قاصر لو هم عملوا لازم الموافقة لازم ضرورة الموافقة موافقة مع او ضد نعم ضد يعني انتي ما نفعش تيجي تسافري في اي حتة غير لما جوزك يوافق او ابوك يوافق او اخوك يوافق لا انا بالذات لا موافقة مش موافقة لا مش موافقة اعطاء المرأة حق تطليق نفسها زي الراجل بالظهر اه طبعا موافقة موافقة طيب انتي قلت قبل كده انت بتروح للدكتور نفسين لوحت مرة في حياتي ساعتها لما روحتي شخص حالتك بايه ستفرقع في وشي او ان النور سيقع علي او كده و بعدين بس فروحتي قلت سألت وقالي من كتر ما بتشوفي مصايب ومن كتر ما انتي بتشوفي ناس بتموت ومن كتر ما بتشوفي عيانين خلاص بقى عندك عدم امان ان ان اي حاجة وحشة هتحصل لقتي حالا لسه بتشوفي الحاجات دي لأ جتتين حاصلت خلاص مفيش مفيش يعني انتي في المرحلة دي مش محتاجة ان انتي تروح للدكتور نفسين لأ انا مقت مرة وكتب لي على ادوية وانا محبش اخد ادوية فما يعني عالكت نفسي بقى بنفسي يعني لكن دلوات نفسيا بقيت متصلحة مع نفسك اكتر لأ بقيت عندي لمبالاة مش متصلحة خالص يعني مش فارق معي حاجة خالص 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 تنين بتكمل هناك ناس بيموتوا وبيكملوا هناك ناس بيفلسوا وبيكملوا هناك ناس بيجيلهم كانسر وبيبقوا عايشين بيننا موضوع الأزمة اللي حصلتلي دي بيانتلي أن بجد بجد مشوف ده دايق تاني خلص عمري نروح لفاصل رجعنا بعد الفاصل وخلينا بقى نوسع الدايرة شوية ونتكلم معاكي على الإعلام والفن في تقرير حواريهولك دلوقتي يلا ريهام سعيد مزيعة وممثلة بيختلف عليها معظم الناس احنا محتاجين كون لكن برغم كده قادرة تستمر وتتواجد رغم عواصف النقد العنيف عارفة دايما تحجز لنفسها مكان في وسط البرامج التلفزيونية الأعلى مشاهدة ريهام لديها أشياء إيجابية تقوم بعمل خير نعم وأنا أعرف أناساً كل أملهم أن يصلوا إليها ريهام عندها خط دقاء دايماً بتلجأ له ضد مدافع الهجوم وهو إنها بتساعد المحتاجين وبتدعم الحالات الإنسانية مؤخراً اتكابلت كتير واضطرت إنها تحتاجب لفترة لحد ما الدنيا تهدى والناس تنسى اللي حصل إحنا مهتمين بالستة ريهام سعيد وهي رايحة في سوريا ماج وبتعمل حاجات كده وبتفتخر وبتقول وهم أفوارها واحدة بقى بتعمل خير وبتعالج المرضى بكل سهتنى أنا أشكرك جداً 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 يا مؤماني ريهام سعيد جميع ولا مجمعي ظلمة ولا مظلومة رأيك إيه في التقرير؟ موضوعي ولا لا؟ لا موضوعي رأيك إيه في الكلام الجوه التقرير؟ أرأي الناس فيكي توفيقه كاشا ما كانش فيه بيني وبينه أي حاجة كنت إعلامية لطيفة جداً وكايسة قوي لغاية ما جاء ضيفة عندي في البرنامج وغلت في زوجته لما سألته على الحكم اللي عنده فقالي أنا اتجاوزت الساعة واحدة واتطلقت الساعة واحدة ونص تروح تدور على الولد اللي هي مخلفة ده وجايبه منين ففجأت من امراته جايلي تاني يوم بتعايض جداً 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 في القناة وبتقولي لو أنت مهنة حقيقي ولو أنت مش خايفة منه أنا ليه حق الرد زي ما هو قاعد نص ساعة يتكلم عني أنا محتاجة أن أنا نص ساعة أتكلم عنه ابنه أنا مقدرش أبداً أقول لها لأ ومعرفش أن توفيق أوكاشا طالع معي يقولي بكلام ده أنا كنت مستضيفة ساعتها توفيق أوكاشا عشان كان موقوف القناة بتاعته وأيام الإخوان فأنا كإعلامية بقف جنبه أني بقول له ما يصحش أنك تقف وأن ما ينفعش يوقفوك وأنه وأنه ساعتها كنت متخنق مع البلتاجي وكنت وغدا يعني أحد على نفسي أن أي حد هيوقف إعلامي ساعتها لازم أقف معي فهو يعني تطوع خيراً وجاب سيرة الست بطريقة مش لطيفة فأنا ما كانش عندي أي حاجة ناس كلها متخيلة وهو كمان متخيلة أنا أعدت أدبرت وأن أنا بقى أجبت مراته عشان أفضحه وأقسم بالله العظيم ما حصل طيب سيد علي سيد علي سيد علي سيد علي هذا غريب جداً بصراحة لأن إحنا كنا زملاء في المحور بس هو برضو بيصعب علي ليه؟ يعني هو كبير قوي في السن وبيحاول يبقى مزيع بقاله كثير قوي بيحاول يبقى مزيع؟ هو مش مزيع؟ هو موجود يعني بس يعني قليلي كده حلقة سيد علي إيمان الحصري إيه؟ 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 إنتي قليلي إيه؟ الموقف اللي حصل مع إيمان الحصري؟ موقف اللي حصل مع إيمان الحصري أقسم بالله العظيم هو ده اللي حصل أنا معملتش مدخلة مع إيمان الحصري يعني أنا ما كلمتش برنامج إيمان الحصري إيه اللي حصل؟ أنا فجئت المفروض أن هي بتطلع في تسعين ديالة ساعة تمانية أو تسعة فجئت أنها عمل هوى بدري وما لا يقل يا سمر مثلا عن ست ساعات شتيمة فيها بس يعني المفروض أنا لو دلوقتي أنت لقدر الله في أزمة أو حصل حاجة أنا بجيبك طرف بجيب الطرف الآخر يعني مثلا أول ما هعمل كده هقول طب هتقولنا ريام سعيدة على التليفون نسألها إيه اللي حصل الحاجة اللي ما حصلتش خالص ساعتها إن حد فكر يسألني كلام ده حقيقي ولا لا لمدة ست ساعات شتيمة فيها الإعلام الوطي الإعلام مش عارفة إيه الإعلام الإيل كذا 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 فاتح بتكلم عن موضوع فتاة المول موضوع الحلقة يعني فأنا استأتي جدا أن البرنامج ده على قناة المحور لأن قناة المحور دي كانت بيتي مقالها كثير قوي 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 قعدت سنين في قناة المحور اتصرفتي إزاي اتصرفت أن أنا أكرم البروديوسر بتي دلوقتي بيشتغل في قناة المحور فقلت لهم أنا هتكلم على الكنترول عايزة أكرم عشان أقول له أنتوا ليه بتعملوا كده دخلوكي على الهو دخلوني على الهو حتى لو حد يعيد الفيديو تاني أول ما هي بتقولي ألوة أنا ما أقولش ألوة على طول أنا فضلت أفكر أرد ولا ما أردش وأقسم بالله ما كنت أعرف اسمها ولا أعرفها يعني الناس كلها فهمة أن أنا بقول لها أنا معرفكيش بحقر منها أنا ست مؤدبة جدا يعني أنا اللي عرفني على الحقيقة مؤدبة جدا جدا لأنها تقول لك أيه بتأفور ساعات الواحد لما بيبقى كويس أوي لدرجة ما ما يتصدقش ناس تعتبروا أنهم أفور يعني أنتي ما كنتيش تعرفي إيمان الحسري كنتيش تعرفي طب هي يعني هي تعرفت اسمها قوي بعد الحكاية دي يعني في ناس كتير ما كانتش تعرفي وده مش تحقير منها يعني أنتي ما كنتيش تعرفي إيمان الحسري بس أنتي بقيت سبب في شهرتها بعد المكالمة دي من وجهة نظر أكيد مش أنا يعني أكيد مش أنا بس بقول ناس كتير طبعا عرفت اسمها بعد لكن أنا قصدي أقول لك إيه أن أنا لما كلمتها وقلت لها أنا معرفكيش بس أنا بتكلم عشان يسعب علي أن القناة بتاعتي تعمل فيها كده كان قصدي أن أنا فعلاً معرفهاش مش قصدي أقول لها يعني أنت ولا حاجة فهمها قصدي يعني الناس فهمت غلط لا الناس فهمت كل لغة الناس فهمت أن أنا بتكلم أعمل مدخلة وده ما حصلش أنا عمري في حياتي ما تكلم أعمل مدخلة في برنامج خصوصاً أنه برنامج بلو 6 ساعة بيشتم فيها ثانياً أنا لما بقول لها أنا معرفكيش عايزة أقول لها أنا مش زعلانة منك ومش برود عشتيماً اللي بقالك 6 ساعة بلاس إنها عايزة أقول لك حيات 6 ساعة بتشتم فيها من غير ما تجبني على التليفون وبعدين قفلت السكة فوشي وبعدين راح أقالك إيه مهنية إيمان الحسري وبالتجية ريام سعيد فين بالتجية ريام سعيد طيب تعالين شوف الرسالة دي أنتوا فاكرين فتاة شزلونج اللي هي ذات الأربعين وجه دي اللي بتطلع مرة للعفاريت ومرة تطلع على عربية أمن مركزي ومرة تطلع بتحفر في قناة السويس عارفين فتاة شزلونج عكيد محدش ما يعرفش فتاة شزلونج اللي بتطلع أصف مصرحية وبتطلع ممثلة بسجارة في تمثيلية وبتطلع صعيدية في تمثيلية واللي وتتلاقيها في الصعيد عمالة تضحك على الناس الغلابة اللي هناك وتقول لهم بيوتكم اتحرقت من العفاريت وتجيب لك سبع بنات تقاشهم في بعض عارفين أنتوا فتاة شزلونج الشهيرة اللي دايما بتحط رجلها في الشكم وهي قاعدة دي فتاة شزلونج دي لها تعليق غريب جدا أنا برضو استوقفني قوي بتقول لك أن المفروض أنه الشيخ يبقى في الدين مالهوش دعوه ما يعلقش على البرامج التاني يعني تخيلت حضرتك لما الرأسات ينصحوا الشيوخ بشغلهم والله أمر يدعو إلى العجب ردك إيه على الكلام ده رجل دين بيقول عليها رقاصة ردك إيه لا يعني ما قدرش أنزل نفسي المستوى ده عبنا أنا بقى عارفة ديني كويس وعارفة أن المفروض الواحد لما يلاقي أن حد وطي قوي 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 بالحديث لازم هو يرتقي فأنا هقرر دلوقتي أن أرتقي بأخلاقي وما أردش لو الناس شايفة أن دي طريقة كلام رجل دين سيبك بقى بيتكلم أو بيتكلمش أو بيعمل هل هو ده دين التسامح والنصيحة والهداية أنا يا ستي رقاصة مع أني معرفش رقاصة فين قبلت يده وبعدين أنا وانا مهمة قوي كده يعني يعني أنا كراجل يضايع نصف ساعة من برنامج ويتكلم علي أنا لا يعني عارفة حاجة تسير الاشمئزاز ويقولك الناس اللي تحكم هل هل دي لغة رجل دين ولا طب تعالي يشوف اللي بعضه تل عبدال صحفية المسلسل أعتقد اسمه ابن حلال والمشهد فريق الإعداد اختار مشهد مهم فيه اغتصاب ومن الحاجات اللي ساعات بندرسها للمؤسلين المحترفين كمان سواء أنا بدرسها هنا أو حتى في أوروبا إنه انفعالات الوجه اللي فيها حركات عضلات كتير هي انفعالات سطحية الانفعالات الوجه العميقة هي اللي بتشف في الانفعال الداخلي هنا كله سطحي كله من بره في كبرياء طاغي أنا في رأيي إنه الممثلة مستلفة من نفسها أنا مشوفتش كبرياء الصحفية لأنه الصحفية دي مخطوة في الصحراء بقتعولها هدومها يعني موضوع فج جدا إنما شوفت كبرياء الممثلة اللي هو أنا مضعفش أنا كريهام طبعا ممكن دي يكون مديقة جدا دلوقتي هي بتسمعوا وتقول إنه يعني زي هو يحكم علي كده أنا معرفوش أنا كمان معرفش حضرتك بس أنا بحكم علي شوفته في التمثيل نبتعد عن شخصيتك أرجوكي تنازلي تنازلي يعني بجد عن شخصيتك حتى لو هي أعظم شخصية في الدنيا وإنتي بتحبيها ومعجبة بيها أرجوكي تنازلي عنها اللي مش هتشوفها مش لإني بكراهك لإن أنا هتشوف شخصية شايف عنده حق ولا ما عندهوش حق وبيقول أنا بمثل من بره يعني هو حر يعني أصلا هقولي في حاجة أنت ممكن تقول إيه إيه رأيك في مونازكي في قولك هيلة تقول إيه رأيك في هند صبري قولك عظيمة ممكن تقول إيه رأيك في فلينة قولك ما بتعجبنيش خالص طبعا أنت شايفة نفسك زي هند صبري ومونازكي لا أنا ما خدتش فرص هند صبري ومونازكي عشان أعرف لو خدت فرصة زي هند صبري أو مونازكي والله هيكتهد وهشوف طيب تعالي نشوف حاجة تانية أنا مع عرض موضوعات تتناول ظواهر مثل الدجل والشعوزة السيدة رهام قامت بعرض موضوعات من هذا المستوى لكن أتصور أنها قدمت الصورة الأسوأ أتصور أنها قدمت دليلا بالموضوعات والطرق والوسائل والمعايير التي لا يجب اتباعها حينما نتصدى لظاهرة مثل ظاهرة الدجل والشعوزة السيدة رهام والكثير من الإعلاميين والإعلاميات المصريين للأسف الشديد يستسبرون هذه الظاهرة يبحثون عن الإثار والفضائح والغريب فيها دون أن يبحثوا عن قواعد المعالجة الجدة أنا هنا أتحدث عن موضوع جازب ومثير للفضول وأنا هنا لا أرفض تقديم هذا الموضوع بالعكس أنا مع تقديم هذا الموضوع لكن حتى يقدم هذا الموضوع بالصورة الجيدة يجب أن نتجنب كل ما تفعله السيدة رهام ردك إيه على دكتور ياسر عبدالعزيز ده خبير إعلامي معروف عرفاه والله العظيم لأ أنا الجهلة مش هم المش معروفين أنا الجهلة فعلا مش هم المش معروفين ردك إيه؟ أنا ردي أن أنا ليه يا جماعة طريقة تانية خالص وتفكير تاني خالص أقسم لك بالله أن عمري في حياتي منزلت أعمل حاجة وكان في دماغي أني أعمل في بجندة أو أكسر الدنيا درجة أن أنا والكرو ساعت نقول أنتم متخيلين من المشوار اللي كنا هنلغي دلوقتي ده أيها ريهم بس يعني يوم تانتا ده يوم العفريد ده ألغيتي الأوردر ده ثلاث مرات كنتش رايحة ريهم بلغي دلوقتي تقول لي أنت فاكرة لما كنت هتلغي الأوردر ده أيها ريهم بس بوسي طريقة الناس المهنية والخبراء في التمثيل شايفين طريقتك مش مهنية خالص هما من وجهة نظرهم هما حرين هما حرين هما حرين هما ليهم مش فيه ناس لازم تقيم أداءنا وترجعنا لو إحنا غلطانين لا أنا مش غلطانة في حاجة ما هو أكيد أنا لو مش مقتنعة بحاجة مش هعمل عارفة إيه الفرق بينيه هو أنا الوحيدة اللي تكلمت عن سحر أكيد لا أنا عملت حلقة واحدة هو ما بيكلمش ان انت الوحيدة والك أنت الوحيدة دي مش حقيقة أنا مش أول واحدة أطلع حد ممسوسة على الشاشة ومش أول واحدة أجيب معالج يعالج كل الناس عملت بموضع ده هو ما قالش انت يأول واحدة هو بيقول ان دي طский ليه أنا أكتر واحدة الناس تكلمت عن حلقتي ليه أنا أكتر واحدة لما الناس بتشوف تقولك لما تحبك كده تمسك لك حاجة تقولك إيه بتاعة العفاريت أيها بس ده من وجهة نظر أن أنت بتقدمي فضايح تفتكري ليه الفضايح في كده أنا رحت الناس كل البلد بتاعتهم عارفة الموضوع بتاعهم بقالهم سنة و سنة و نصف زي جرائد الصفرة ليهامة أنت أكيد بتقري جرائد صفرة و عارفة لا لا فين الفضايح في أن أنت تعالجي حد من السحر الطريقة طريقة معالجتك للأمور انتهازية و فضائحية هو شايف كده هو حر هو إيه هي الطريقة هو خبير ده شغله على فكرة هو حر برضو هو مش ربنا يعني يعني هو ممكن يقيم صح و ممكن يقيم غلط أنا بقى تقييمي مثلاً أو تقييم الناس الفرق بيني وبين أي حد أن أنا قدمت صورة حقيقية قوي 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 خلت ناس كانت فكرة أن ده خرافات تبتدي تصدق هو ده اللي ضر الناس يعني أنت قدمتي صورة حقيقية؟ قدمت صورة حقيقية قوي لدرجة أن الناس اهتمت بي بقولك أتنمرة ستة ويرد وايد على العالم مش مش وطن عربي يبقى أنت رأيك أن هي صورة حقيقية بس الدكتور ياسر عبدالعزيز شايف أنها انتهازية وفضائحية من وجهة نظر لا، لا، هي ضر الدكتور ياسر وغيره في أن هي خلت الناس تصدق في الحاجات دي وهو في ناس في الإعلام وغيره شايفين أن الناس تصدق في الحاجات دي خرافاته حاجة مش صح أخدوا فلوس عشان يطلعوا؟ لا طبعاً ده هم يموتوا وعايزين يتعالجوا أنا كنت رحلهم بدكتور نفسي مش بمعالج خالص أنت قلت أن الجن أزاكي بعد الحلقة دي اتأذاتي ازاي؟ كنت بحيث بحاجات غريبة أو زي ايه؟ كنت بضرب بالطوب وانا نايمة مثلاً كنت بحيث بس مش عايزة أقولك يعني مش عايزة أقولي لا أقولي، احنا لازم نعرف لا مش صحي نعم مش صح؟ لا ليه؟ مش صحي يعني خايف علينا ولا خايف على نفسك؟ لا لا أنا مش صحي أنا أقولي مش صحي أن أنت تقولي يعني أنت دولاتي مأزية لسه؟ لسه مأزية وما بتحوليش أنت يتعالجي نفسك؟ لا، أنا ما هو بقولك هي دي بقى الشيخة اللي يجوم عليه حق فيها لأن ده باب لما تدخلي فيه لازم تقفليه لأنه هو زي ما في ناس بتقولي أنه هو ممكن يكون مش حقيقي ممكن برضو يبقى مضر قوي فالواحد فعلاً أحسن يقفله طيب خلينا نطلع للفاصل ونرجع نكمل كلاما موسيقى رجعنا مرة تانية بعد الفاصل ريهام، الفقرة دي اسمها أنا والآخرون ما انطباعك عن صورتك في عيون الآخرين؟ الناس تحبيني قوي 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 وتكرهني قوي قوي وما فيش حد في الوسط ليه؟ لا، ما عرفش زي ما فيه ناس انت متعرفيش بيشتمو فيك ليه؟ ولا تعرفيهم ولا عمرهم شفوك ولا يعرفوا حاجة عنك في العادي بيكون فيه ناس نيوترل بيسموهم اللي هما؟ لا يعني زي الشي خالد الجنزي كده متابع كل مسلسلاتي وبتفرج على حلقة قناة السويس ورفح يعني متابعني في كل حاجة حتى السجارة حتى كل حاجة متابعها وما بيحبني مستفزة أي من الكلام ده؟ لا لا أنا بس 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 تغرب يعني محد يبقى حافظ حلقاتي وبيكرهني يعني لو بكرهك مش هتفرج عليك مش هشوفك فعلا؟ ايه رأيك في الفيديو ده؟ ألترس ريهام سعيد ده زياد اللي كان موجود دلوقتي بذار حاجازي اسمه عرفهم كايس قوي وبقابلهم وبشوفهم ووقفوا جنبي قوي في الفترة اللي وقفت فيها ما كنتش مزيعة وما كنتش بالنسبة لهم خلاص حد مشهور ما كنتش عارفين أنا راجع ولا هما على قد ما هما ولاد صغيرين وكل حاجة بس بيدوا لواحد دفعة قوية جدا كاي بقولك عندي جمهور أطفال كبير قوي عندي جمهور شباب كبير قوي هو ده بقى اللي يحس الواحد بيمثل قوي انت لما طفل يجي يسلم عليك ويبقى بيحبك قوي وحس ان انت بتحبيه هو ده الصدق طيب تعالي نشوف التقرير الجاي فيما يتعلق بأداء الأستاذ الرحيم سعيد أنا أقوم بتدريب الصحفيين والإعلامين في أكتر من 16 دولة في العالم على العبل الصحفي والإعلامي وأنا أستخدم أحيان كثيرة بعض المواد الإعلامية في إطار التدريب أو تعليم المحترفين هي تقدم مواد يمكن أن نقدمها للمتعلمين أو للمتدربين باعتبارها جميع ما لا يجب أن يفعله مزيع وأنا أرجو أن الأستاذ الرحيم تقف وقفة مع الذات وأن تراجع هذا السجل من الأداء وأن تعرف أنها تمتلك قدرات حقيقية ملموسة أتصور أنها يجب أن تفصل بين شخصيتها كارهام سعيد وبين شخصية المزيع الذي يتحدث إلى الناس إلى الجمهور ردك إيه على الكلام؟ ما شو وفق خالص؟ أنا عكس الأستاذ طبعا كل إحترام وأكيد هو رجل علامة وكل حاجة أنا يمكن مدرستي مختلفة شوية فيمكن أنا أنجحت عن الباقي يمكن التقليدية إيه مدرسة ريهام سعيد؟ الطبيعية اللي هو مش عجباء يعني هي الطبيعية؟ يعني أنا لازم أظهر ريهام سعيد أنا مش هزهر متستفة وبتكلم مش عارفة إزاي في قواعد لمدرسة ريهام سعيد الطبيعية؟ أي قواعد خالص أنا بطلع زي ما بحس بقول وزي ما ببقى نيتي ممكن أكون بغلط أكيد مهودة أنت ريهام أنت كم مرة لبستي في الحيد؟ ما فهم مرة لبستي في الحيد؟ لا، كتير لبستي في الحيد لا، هذه عضايا كتير لا مجمزة بحون الت ping Cruz طب، حلقة السوريين... لا، مجمزة سوريين... لا الموجزة لم يوجد خطأ مهني أجدت تصويري مع السوريين كما وبع لي السوريين من الي عملتي مسارksi مع السوريين؟ من الي عملتي وسر فودة؟ أنت فودة، لا يضع أولا أريد أن أقول Uk Ce que happened, شخص م一个 عملت إيه للسوريين؟ طب أنا لا بصي طبيعة برنامجة لا لا ما غير برنامجة أنا كشخص أنا رحت ست مرات في خطوط سوريا ولبنان ست مرات بعلم المخابرات اللبنانية عشان أخذ مساعدات السوريين أوف كاميرا أوف كاميرا أنا رحت أساعد السوريين كمصرية مش كإعلامية إنتوا عملتوا إيه للسوريين؟ طب ما عملت كده؟ عملت عن كاميرا ليه؟ ليه؟ السال لا يعملش عن كاميرا ليه؟ لا لا اسألين يقول ليه؟ طب لماذا عملت عن كاميرا؟ أعملت عن كاميرا لأن هذه المرة الوحيدة لأنا ما كنتش بس رايح أقدم مساعدات طب تعالي نفكر الناس ونشوف هذا التقرير ونعلق على كلامك ونعلق على التقرير مع بعض تعالي زي ما انتوا شايفين إحنا فقضنا السيطرة وهاجمها العربية زي ما انتوا شايفين هيا دي الشعوب اللي اتشرادت هيا دي الشعوب اللي اتقسمنت سابوا عيالهم في الأرض يعياتهم وجاريوا ورا الهدوم رأيي أن كلامها كله كذب وإحنا مش شحاتين الظروف حكمت عليه أنه هو يطلع بره بلده الحرب اللي في سوريا موجودة هي اللي خليته يطلع يسافر ويجي هنا فأتيش مثلا مثل هيري هام سعيد تحكي الكلام هاد أو تطلع إشعاع السوريين طبعا هدا شي غلط لحنا ما نسمع لمشي العملاته ده أكيد أكيد مية في المية العمل ده غلط داسوا على بعض وضربوا بعض عشان ياخدوا اهدوم هيا دي الشعوب اللي ضيعت نفسها من الفتنة هو ده مصير الناس لما بلدهم تتزيعوا ووطنهم يتزيعوا وشعبنا عمره مضيع نفسه نحن شعبنا دايما الوين ما راح برفع راسه وفوق نحن شعبنا صافي وهيك نصيب وحكمي من رب العالمين عبتطلعي على كتابنا عشان تتباكي على ظهرنا وتعطي عبرة هالفيقة نفسها اللي موجودة بالشي كل شعب بصري ولا لبناني ولا أردني ولا عراقي موجود هالفيقة من الشعب الفقير اللي ما ملاقي شي تاكنه بس لأقلك شغلي يا ريهام سعيد نتبهي من الشعب المصري قبل ما نتبهي من الشعب السوري لأن الشعب المصري الشريط مغرباً لك مهزرين ردك إيه على الأشقاء السوريين؟ لأ هما نفسهم بيقول الأشقاء السوريين أنا في سوريين بيأخذوني بالحضن بيتصوروا معي ردك إيه على الأشقاء السوريين في التقرير؟ آه، اللي في التقرير دول اللي هما نواعية معينة من السوريين نوعية إيه؟ هي سوريا تقسمت هو سوريا حصل فيها إيه؟ مش حصل فيها إنهم حربوا بعض؟ أنا دلوقتي، لما روحت أعمل الحلقة دي أنا مش عايزة أعرف إيه اللي حصل في السرية أنا بتكلم على المشهد اللي انت روحتي بالعربية ورحتي لك المشهد ده تدعياته إيه وأنا قلت إيه طب كمي قلت هو أنا ما قلتش ولا شحاتين ولا بيشحتوا وأنا ما بحبش تأليف حبش حد يكذب كذبة ويصدقها ولا قلت شحاتين المشهد مهين يا ريان قلت هذا هو هي دي الشعوب اللي بتتأسم هي دي الشعوب اللي بتفقد وطنها هي دي الشعوب اللي مصرها إنها تبقى كده لو كذا على عيني وعلى رأسي أنا كنت بنقذ بلدي ساعتها أنا يناير كان يناير واحد أو اثنين حتستغلي مأساتهم يا ريان وكان فيه دعاقات ما بيستغلش مأساتهم ولا حايدة طيب هم أخذوها كده لا 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 هو أنت لما بتجيبي النهاردة صور للعراق وهي مقتولة ولا صور للسوريين بتستغلي مأساتهم إحنا عرضنا دلوقتي يا أرائي السوريين حبيبتي هم دول ناس على عيني وعلى رأسي فوق رأسي من فوق وسوريين ممكن يكون شافوا إن المشهد مهين ليهم ممكن يكونوا اتأثروا عشان فاهمين غلط طيب تيجي نسمع خبراء برضو آه حسب معك حسب معك لازم أوريلك كل قراء ناس عشان أنت النهاردة لازم تردي على حاجات كتير صح ولا لا لا بأسيبك إزاي بأسيبتهم هما يكلمون لا لا بديكي فرص يلا ما فيش شك أن ما تم من أداء المزيعة ريهام سعيد في لقاءها بعدد من المواطنين السوريين يمثل يعني خطيئة قد تتسبب في الوقيعة بين شعبين عريقيين عريقيني وبينهما تاريخ مشترك وعلينا أن نتصور مثلا مزيع من قناة فضائية عربية يأتي مثلا لبعض المواطنين المصريين الذين يعيشوا أزمات أو كوارث معينة ويعني يمن عليهم بعطائه في جمل أعتقد أنها تمثل حساسية هذه مخالفة مهنية أدت إلى أن نخسر الكثير من حب أشقائنا السوريين واحترامهم لأننا نستثمر في معاناتهم هذه مخالفة مهنية تظهر قدرا كبيرا من الانتهازية للأسف الشديد أن تستثمر أوضاع هؤلاء المكلومين لتتلاعب بهم وبها أنا هرد بقى صحيح؟ طيب دلوقتي في فين الانتهازية؟ الكلام ده أنت دلوقتي لما بتروحي مثلا تروحي حلب دلوقتي وتقولي بصي الدمار اللي موجود بصوا الستات اللي بتموت بصوا رجالة اللي غرقانة في دمها فين الانتهازية في كده؟ أنت بتقولي واقع انت مطلعهم بشورة مشكلة وبطلعهم إيه هو هم لاجئين أنا مش متنن لمطلعهم دي حقيقة ده واقع طيب بعد ما انت رجاتي وشفتي الحلقة قبل ما تتعارد في المونتاج ما حستيش ان هي فيها شكل مهين الناس اللي حواليك ما قالوا لكيش ريهم بلاش تعريدي داشي لي علشان لحدش يقول لك صراحة ولا لأ طبعا انت النهاردة لما تنزلي دلوقتي تتوزي حاجة في الشيرة في مصر الناس هتلم عليكي ولا؟ طيب انت تردي بقى رودي عليك ثواني ثانية واحدة لا رودي عليك الناس هتتلم عليكي ولا لا؟ اصر دي بقى ان اعلامي غير مصري يجي يصور مشاه زي ده وياخده يعرضه في بلده ويقول ان المصريين محتاجين المصريين شحطين المصريين حتقبلي يا جماعة انتو بتكذبوا كذبها وتصدقوها مين اللي بيكذب يا ريهان هاتيني كلمة شحطين لا 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 رجعيك لتقبلي لا لا ثانية واحدة الصورة اللي تنقلت بتكذبوا وتصدقوا كذبتكو أنا وليه وريني دلواس هم اللي أخدوها كده لا مليش دعوة قالوا لك احنا مش شحطين يعني هو اخدها كده على كرامته مليش دعوة انا قلت ادي اخرة الشعوب اللي بتتأسلم ادي اخرة الاوطان اللي بتجبر الناس ان هي تضيع بلدها ووطنها طيب انت مش قلت ان الناس شابوا ولادهم فين شحطين دي لا انت ما قلتيش كده بس الصورة اللي تنقلت لهم لما جاء السوري قال احنا مش شحطين هو اخدها على كرامته هو اخدها على على ازاي ان ازاي انا ما قلتش بتكلم على سوريا انا ما قلتش بصوا سوريين ازاي عاملين كده انا قلت هي الشعوب الشعوب اللي هي سوريا والعراق وليبيا وكانت هتمقى مصر وكانت شعوب اللي فراتوا في بلدنا يا ريهان ما قلتش فراتوا طيب انت شايف ان بعد كل ده يا جماعة قلت ان اي بلد بتتقسم وبيبقى فيها حرب اهلية او ناس تضرب بعض هي دي نتيجتها طيب انت لقيت الرسالة اللي انت كنت عايزة توصلها وصلت طبعا طبعا بعد كل اللي انت سمعتين ده اقسم بالله العظيم انت فهمت طبعا وان كان فيه نار نازلة يوم في يناير طب فيه فئة من الناس فهموها غلط ما ينفعش تيجي تقول يا جماعة انا لو انا انا اسف على اللي انا عملتوا ده لو انت فهمتواها غلط ليه انا بصي اقولك حاجة ما ينفعش تقولي كده للناس دي لا اقولك حاجة فهموا غلط او انا غلط او مش غلطانة اي حد انا جرحت مشاعره مفتو اعتذره طبعا انت جرحتي مشاعره كبير عليك ان انت تقولي لهم انا ما كنتش اقصد لا انا بصي اقولك برضو ان الاعمال وبنيات ولا كل مرئة انت جرحتي مشاعرهم دي يعني انا رحت اجرح مشاعرهم لا انا عسف انا ما عملكش كده لكن كل اللي بقولهولك لو انا تسببت الازية لحد لازم اقوله ما تسعلش مني لسبب لكن انا صدقوني انا كان غرضي اسمة واكبر من كده لسوريا والعراق ولبنان ومصر والمغرب وكل انشاد العربية انا بقولكم يا جماعة لو سمحتوا تلموا وما تعدوش بعض ما ينفعش تقولهم انا بعتذر عن الطريقة اللي انا قدمت بيا بس انا ما كنتش اقصده مش هكرر ده تاني ده هيقلل من ريهام سعيد طالما انت بتقول ان في بعض الناس فهموا صح في بعض الناس فهموا غيرت انا ما عرفش بما انك ما كنتيش تقصد يا ريهام والنهاردة فرصة ان انت بتتكلمي لان انت ما بتظهريش كتير قوي الطريقة لازم تبقى قاسية عشان تعلم الناس يعني ان انت لما بتبقى في ظروف طبيعية اوكي لكن في اعيانه اقول لك حاجة مثلا موضوع الكنيس الاخير ده مثلا انا مطلعتش ولا شط لي دعوة بالناس خلينا نقفل موضوع السوريين مش عايزة تعتذرين مش حاسة ان انت عايزة تقول لهم اي كلمة لا انا بس بقولهم مرة تانية لو انتوا زعلانين مني الفئة اللي زعلانة لان انا بقابل الفئة تانية مش زعلانة خالص الفئة اللي زعلانة دي انتوا فهمتوا غلط خالص انا ما قصدتش ده ابدا انا قصدي ان احنا كوطن عربي لازم نتوحد ماينفعش نتقسم ماينفعش نحن نضرب في بعض لان في الاخر بنتشرد كلنا دول عربية عمري مقصدت حاجة خلينا نتفرج على الحاجة تانية فلاش باك بسيط كده عشان اللي مش فاكر يفتكر دي كانت القضية لكن فجأة لقينا صور خاصة للضحية في وشينا على الشاشة اتقلبت البلد وانعكس ده على السوشيال ميديا وتوحدت كل الاطياف من اليمين للشمال ضد ريهم سعيد وصبايا الخير الموضوع موسيق بكل جوانبه اذا كان بيكشف عن شيء فهو بيكشف عن حالة الفوضى والعشوائية اللي في الاعلام المصري تجتم تصورها وحد تاني وقح خد تليفونها ورح عارض خصوصيتها يسمع ضعارة اعلامية دي مسمعش اعلام ما هي الاستفادة من نص السور؟ نيابة عن ناس كثيرة جدا بعتزلك بس اللي حصل ده ليس من المعنية ولا من الاخلاق ولا من اي حاجة تعلمناها حتى المعلنين انسحبوا تقريبا كلهم وتوالت الاعتذارات من القناة واليهام لصحبة المشكلة لازم اعتذر كل واحد اتبايق او استاء لكن ده ما منعش توقف البرنامج لفترة طويلة وللأسف مرجعش للضحية اي حق من حققها تقرير ده كله غلط من اول والاخر ليه؟ عشان ما اعتذرتش لجمهوري غير بعد سنة وشهرين لجمهوري مش لحد لغاية الزيئة دي ما اعتذرت لهاش واضحة للجمهور لا عشان بيقولك تولت الاعتذارات للبنت لا 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 الا للضحية لا للجمهور تاني حاجة انا طلعت دلوقتي قلت دلوقتي انا جيتلك هنا وقلت ان انت سرقتي تليفوني وخدتي حاجات هي ثبتت ده؟ طب انت صور جاتلك لا يعني الاعلاميين كلهم طلعوا اجزموا انها كلامها صح ليه اجزموا؟ ليه؟ انا اسألك لا انا اعرف رأيك انت انا جيت لبستك تهمة دلوقتي ويقولك انت خطي ختمي انت سرقتي صامر يوسري حراميين خلاص فطلع كل الاعلامين قالوا صامر يوسري سرقت ختم ريام سعين صامر يوسري حراميين الموضوع مختلف انتي طيب انا انا بصي هتكلم معاك في حاجة 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 ريام انا دلوقتي بصور معاك حلقة حلم ينفع اي حد يأخذ تليفوني لا طبعا ما ينفعش ينفع يأخذ تليفوني ويعرف الباسورد لا ما ينفعش طيب انت تعريدي صور زيدي مهما انكنت الطريقة يتكهن ان في حد سايب صور زيدي على التليفون اي انكنت الطريقة هل ضميرك يسمحلك ان انتي تعرضي صور خاصة زيدي انا بسأل بس ايه اما ده ما تبقى خاص لكن انما تبقى على الفيسبوك ما تبقىش خاص انتي اخذتي وبعدين هقولك برضو حاجة انا قلت كلام ده مليون مرة استأذنتيها فين هي انا ما تطلعت لهاش صور اصلا اول ما طلعت الصور عشاش اقولت خلاص خلاص بس بس ايه ده انا ولا عرف ان تطلع له صور اصلا ريها مين اللي بيقرر عندك صور تطلع او لا انا عرفت انها كذب عرفت ان كل اللي بتقوله ده مش حقيق انتي الصور جاتلك ازاي؟ باين قوي انه مش حقيق انا معرفش الصور دي جات منين اصلا جات هي منين منع الفيسبوك بس انا معرفش الصور ده تعرض مين جبهالك منع الفيسبوك؟ جبهالي انا فيين هو انا المخرج بس انتي اللي بتقراري؟ لا انا قرار ليه طب انتي ما بتشوفيش الحاجة اللي هتتتعرض في الحلقة عنك انتي دلوقتي حد جي قالك ايه على فكرة فيه صور تخص الموضوع ده ان الكلام البنت ده مش صح مش عارضها عارض؟ غير لما اتفرج عليها واشوف هاني ينفع او لا ليه؟ طبعاً ماينفعش ماينفعش؟ ماينفعش؟ خاصة هيجيبها منين؟ مش خاصة بتاعت البنت؟ يجيبها منين الخاصة دي؟ حتى لو اتبعتتلك يا ريه؟ بس قالك يجيبها الخاصة منين؟ انا اجيب صور الخاصة ازاي؟ يعني انتي تقلد ان فيه صور فانتي قولتي اوكي؟ واتفاجئت بيها على الشاشة؟ في صور لها علاقة بالموضوع حتى في الفاصل ما عرفتيش تبصي على الصور قبل ما تابديها دلوقتي في ولد مسجون حلو؟ ويتحكم عليه حكم محترم فانتي دلوقتي لو انتي طلعت البنت دي بطلة وصدقتيها وهي مش حقيقي لها بتقوله وتثبت بالقضاء انها بتقوله مش حقيقي خالص من اقوله الاخره وثبتنا في فيديو انها تعرفوا كل حاجة ريهام انتي عايزة تقنعيني ان انا دلوقتي النهاردة وانا بحضر للحلقة سوايي انا حكلمك عني انا بقى انتي ما شفتيش برضو حضرنا الحلقة ماي جت لنا قبل البتاعة 10 دقيق فين تحضير الحلقة؟ وانتي لما جتلك طيب والصور جتلك قبلها؟ فين هو؟ حضرتش حلقتك؟ لا خالص دخل على البقاء انتي اي حاجة تتقلك او اي حاجة فجأة تيجي تتعرض؟ من غير ما انتي تعرفيها؟ طب ما اجلتيهاش لحد ما تشوفي والحلقة التانية ممكن تقولي انا في حاجات متأكدة من انا عايزة عريضة ده خبر بتاع اسبوع تأجلي فين؟ ده حاجة حصلت دولت يعني احنا نعمل حاجة علشان بس عندنا صبت وخلاص؟ ما هي الحاجة اللي اتعملت؟ انتي مقتنع عن البرنامج وقف عشان الصور دي؟ ما توقفش لي احمد موسى لما عارض صور خالد يوسف طب قليلي وقف عشان ايه؟ ردي عليا ما توقفش لي احمد موسى لما عارض خالد يوسف طب قليلي وقف لي البرنامج بتاعك؟ هو باسم يوسف اللي راح قال المعلنين انسحبوا من عند ريام سعيد كان متضايق من برنامج ريام سعيد وعيش في أمريكا ولا متضايق من طحية مصر طب المعلنين انسحبوا ليه ومتضايق من بدلة الجيش ومتضايق إن إحنا بالدعم السيسي المعلنين انسحبوا ليه ومتضايق من ريام سعيد اللي ماشي يتكون طحية مصر في كل حدة طب قوليلي المعلنين انسحبوا ليه اللي بتدعم الداخلية وبالدعم الجيش بسم يوسف كان متضايق من صبايا الخير المعلنين انسحبوا لي والبرنامج وقف لي سمع وكلامه لي عشان يا سمر اللي كان بيتقال ساعتها ان احنا خذنا التليفون واتخذ من عليه صور والصور دي طلعناه وفضحنا البنت وحاجات كده وده اقسم بالله ما فيه اي اساس من الصح وده بحكم القضاء وانا مش تلعتي براءة تلعتي براءة ازاي؟ هي مش البنت اتنازلت؟ مش ده كل ده مدوم في المحكمة ولا لا؟ يبقى انا المفروض الناس كلها تعتذرلي انا بس فكرة ان راجل امدي ايده على ستة ده ملافتش نظرك؟ ده مش غلط؟ يعني ايه؟ اي سبب يعني؟ ايا كان السبب؟ طبعا مش هاتر لدي لا مش ايا كان السبب يعني ايا كان السبب يعني انتي ممكن تتدربي تقبالي الاحد يمد ايده عليك؟ لو انا جبت لنفسي تَهزيق يعني؟ هتقبلي؟ لا لو انا جبت لنفسي تهزيقو وتب HammIA اشتقبلي؟ ايوا حتقبالي؟ اي حد ممكن يمد ايده عليك? ايا كان السبب؟ يعني دلوقتي لو أنا جيت مثلاً لأي رجل من اللي قاعدين هنا مثلاً شتمته بأمه هيعمل إيه؟ حيمدي إيده عليك هتقبلي؟ لاب أنا هيمدي إيده علي أي أن كان السبب؟ أنا جبت التنزيق لنفسي المبدأ إن راجل يمدي إيده على ست هو أنا مش يعني بهدل وهو أنا معرفش إنه ست لما شتمت راجل هو أنا ما كنتش حاسة إنه راجل يعني شتمته بأمه طب ما هو زي ما أنا مش حاسة إنه راجل هو مش حس إنه أنا ست ما عشان راجل يبقى لازم يحترم نفسه ريهام إنتي ما بتزعليش من ما بتتعبيش من المشاكل بعد المرحلة دي بصي مرتي بمشاكل كتير قوي لا زهبتيش منها لا بصي هقولك حاجة أنا واضح جداً 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 إن أنا عديت الخطوط الحمرة لإن الواحد يلفت النظر قوي ينجح لإن أنا عايزة أقولك حاجة ساعات كتير قوي الكيرف لما بيعلى قوي 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 لازم ينزل لازم ينزل لأن أنا زي ما بقولك طب أنا هقولك حاجة شيخ خلد الجندي أعراق قاصة صح وسيد علي قاله علي بأفور ومش عارفة مين قاله علي إيه وبتاع أنا رفعت عليهم قضايا ليه ما رفعتش قضايا طيب لا ما رفعتش قضايا لأن حقي هيجيني بطريقة تانية خاطر إزاي إيه الطريقة ربنا في حاجة أحب تقوليها تانية لا أحب أقول لو الناس فهم أن الناس بتهاجمني أو وقف ضدي أو كم إشداء إحساسي لأني ما بخطيش خطوة غير ما بلاقي حد بيدعيلي في الشارع أنا ليه الحمد والله شعبية كبيرة جدا وجمارية كبيرة جدا يمكن هي دي اللي عاملة مشكلة للناس دي اللي هي غيرانة جدا من ريام سعيد مثل أنا يعني زي ما تفتوا إيه طعبتي ولا ما طعبتيش لا أنا طعبت قوي لدرجة أن فعلا فعلا الواحد المفروض يعيش من غير وجع الدماغ ده لازم تريح شواري هم لأ لازم أريحهم شريح لأ ابعيدي شوية عن المشاكل اختري موضوعات أسف شوية أنا ما ببعدش عن المشاكل أنا هعمل شغلي زي ما هو لغاية ما ربنا يريد أن أنا قف تاني وتالت ورابع ويقومني تاني وتالت ورابع لكن هو مفروض يعني بصراحة الناس اللي تريح نفسها مني شوية يعني تهدى شوية جوها وتعرف أن معلش الفشل ده مش بتاع حد يعني والنجاح مش بتاع حد يعني فكرة إن حد ينجح ده مش بإيده فهو بس الناس اللي تريح مني شوية مش أنا وحشة ما يتفرجوش عليا ويسبوني في حالي وما يجبوش سرتي بس ريهام سعيد بشكرك بشكرك مشاهدينا استنونا في حلقة جديدة وأنا جديدة وأشوفك على خير تسبوح على خير موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة